انا تيمونو بومبا هم اللي علموني انجلش اهلا بكم في فيديو جديد من قناة 5 minute practice انا خليب موحدين والنهاردة هكلمكم عن طريقة من الطرق اللي ممكن نستخدمها علشان نتعلم انجلش او نطوره او لو قريدي بنعرف انجلش فازاي بقى ناخد الاكسنت ونبقى كويسين فيها يا ترى هي ايه الطريقة دايت هيوه برافو عليك هي الاغاني مش عشان مثلا مكتوبة من انوان الفيديو ما علينا في شوية خطوات عايزين نطبقها في الطريقة دايت علشان نقدر من خلالها نستفيد باقصى درجة ممكنة قبل اي حاجة دي تجربة شخصية وهي واحدة من الطرق اللي انا جربتها وناس كتير جربتها والناس كتير بتنصح بيها فهنقسم الطرق دايت او يعني الخطوات دي هنقسمها على الجزئين اول حاجة هنجيب اغنية عارفينها وتكون يعني نوعا ما انت حافظ اللحن بتاعها حافظ اللي هيتقال اللي هو يعني ايه مش اغنية لسه جديدة عليك ومهم تكون عارفها واردي بتحبها تاني حاجة ما تشغلش اغنية تيه شغل الاول اغنية بسيطة وصغيرة ويكون كلامها وبطيء يعني تقدر تسمعه كويس او على الاقل ما تكونش يعني نفس اللي احنا لسه سمعينه دلوقتي هي حالا يعني مش وقته بست رايمز خالص حاجة زي الاغاني بتاعت اديل حاجة زي مثلا الناس اللي هي اغانيها ممكن تتسمع وممكن تستفيد منها او مثلا ممكن اغاني بتاعت كارتون زي ما انا بعمل تالت حاجة لما تيجي تدار على الاغنية هتكتب جنب اسم الاغنية ليريكس ليه بقى علشان دوت هيطلع لك الكلمات او الترجمة بتاعت الاغنية طيب ممكن اجيب الكليب لا يا فندم مش ممكن ليه لان انت مش هتركز في الاغنية لما تيجي يعني تشوفي الكلام مش هتقدر تركز فيه هتبقى باصس على الكليب وهم عمالين يرقصوا ويعملوا حركات كده خلاص انت حفزت الاغنية اصلا وحفز الكليب فمتشغلش الكليب خالص عشان تقدر تركز مية في المية في المهمة بتاعتنا رابع حاجة اسمع جملة جملة وترجم معناها مش تترجم ترجمة حرفية اقصد افهمها اجمالا الجملة معناها ايه بعد كده حاول تفهم معنا كل كلمة في الجملة او في الكبليه دوت يعني ولو فيه كلمة مش فاهمها حاول الاول تدخل على كيمبرج دكشنيري هسيبلكوا اللينك بتاعه تحت تدخل عليه تكتب الكلمة اللي انت عايزها وتقرأ الترجمة اللي بالانجليش الديفنيشن بتاعها مش تستخدم الترجمة بتاعت جوجل والله لو ما فهمتش من كيمبرج دكشنيري ممكن تكتب الكلمة ديت على جوجل ذات نفسه وتفتح الصور تحاول تفهم من الصور معنا الكلمة دي ايه والكلمات الجديدة هتكتبها بكاشكول علشان ما تنساش بترجع عليهم خمس حاجة بعد ما تعرف معنا كل كلمة خلاص الكلمة دي انت طلعتها وقارب معناها وقاربتها اسمها بقى من كيمبرج دكشنيري برضو النطق بتاعها الامريكان او البريتش على حسب الحاجة اللي انت بتفضلها وكرر النطق كتير قوي وراها وقلوا واحفظ النطق دوت ما تعتمدش على يعني ان انت تقول النطق اللي انت قريد يعرفه او اللي انت قريته لأ اتاكب من النطق وعيده وكرره تاني عشان يسبق معك ده كان الجزء الاول اما الجزء التاني هو ان انت تغني بالزبط زي ما الاغنية بيتغنى فيها يعني تشوف الكلام بيتقال ازاي وتقول زي وبالزبط كأنك انت المغني حط نفسك مكان مغني وغني يا مالعم هتشغل جزء جزء في الاغنية او يعني اول كبليه هتشغله او اول جملة هتشغلها وتسمع كويس بيتقال ايه ولو انت مش قادر تفسر الكلام اللي تقال يعني هو وقريدي انت عارف ايه اللي بتقال ان انت شايف الترجمة قدامك بس لو مش قادر تفسره من الكلام اللي انت بتسمعه تقدر تبطق السورة بتاعت الفيديو شوية علشان تسمع بالزبط ايه اللي بتقال بعد كده تقول الجملة بالزبط زي ما سمعتها بنفس الاداء بتاع المغني قلده بالزبط اغني لعلع لعلع واخر حاجة بعد ما تفهم الكلام كله وتعرف يعني وتغني زي ما هو بيغني الاغنية كلها خلاص انت تسمع الاغنية او تشوف الترجمة تغنيها زي المغني يحفظ يحفظ الاغنية وبعد ما تحفظها رددها وانت ماشي في الشارع وانت قبل ما تنام وانت في الحمام وانت بتعمل اي حاجة ودلوقتي تعالوا نجرب انا عن نفسي هشغل اغنية هكونا ماتاتا عشان انا اعرفها وحافظها وبحبها جدا وعني وعرفها يتقال ايه فاني اشترى هشغل الاغنية دي بالانجلس طبعا نيجي الاول حتة في الاغنية واللي هي اسم الاغنية هكونا ماتاتا طبعا مالهاش اي معنى جملة اللي بعد كده بعد كده بيكرر هكونا ماتاتا تاني وبيقول بعد كده بعد كده بيقوله مع بعض كده سمعت الاغنية وفهمت معناها اعمل ازاي وقريت الكلام فانا فاهم ايه ما يتقال نسخل على الجزء الثاني ان انا اسمع واقول وراها طيب تعالوا نسمع كده هكونا ماتاتا what a wonderful phrase هكونا ماتاتا تاني باب يقولها باكسن تاني خالص ain't no passing craze نفس الطريقة احنا بنتكسفش لما اغزر احنا بنتعلم it means no worries for the rest of your days it means no worries for the rest of your days it means no worries for the rest of your days for problem free philosophy هكونا ماتاتا طيب انا عشان اتمرنت عليها قبل كده فممكن تبقى انت شايف ان انا ازاي انا بقولها بسرعة كده فالموضوع معاك هياخد شوية وقت علشان تسمع وتلقط بالزبط بيقولي انما انا سمعت كزا مرة واقعدت ابطت السرعة جدا عشان افهم دي بتيت قال ازاي لحد ما اخدت عليها بس ده كان الفيديو بتاع النهاردة اه لو عجبتكم الفكرة بتاعت ان احنا نغني مع بعض وكده فسيبوا لي رأيكم في الكومنت علشان لو كده نعمل لها بلاي لست بقى لوحدها خالص ونشتغل مع المناد نغني للصبح واخيرا لو عجبك الفيديو تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتسيب الكومنت بتاعك الجميل بقى وتشير شير لاصحابك شير يا جماعة شير خلي الناس تستفيد سلام موسيقى في الغابة انا وبومبا مشين مزا تطين واللي مطم من قلوبنا ان القسوم موسيقى 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 موسيقى